عندنا وقعة غريبة جدا حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي والواقعة دي الحقيقة اثارت جدل كبير جدا 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 والواقعة مسيئة للغاية ومسيئة في كل تطوراتها يعني عمل الترند وكل ملايين من المتداولي مواقع التواصل الاجتماعي اتكلموا عنها لرجل كان بيدرب ست وبيسحلها فيديو اعتقد بديته ستة او سبع دقيقة دلوقتي ممكن ندع لحضراتكم كده بعض المشاهد منه رغم انه هو مشاهد قاسية يعني رجل بيدرب امرأة اكتشفنا بعد كده انها زوجته حداد حداد مهنته الحدادة ماسك مراته في الشارع بيسحلها ضرب وبعدين بينتهي الفيديو الى انه بيقصلها شعرها بيحلق لها شعرها بالقوة رغم توسلاتها ورغم عياطها ورغم بكاءها الفيديو طبعا عمل ردة فعل كبيرة جدا ووزارة الداخلية حققت في الامر وتم القبض على الحداد هذا الزوج ويتم التحقيق معه الان خلونا نقول الصح دايما خلونا دايما نقول الصح عشان احنا الفيديوهات دي مش بنقولها عشان نعمل ترند ولا نعمل فرقاعة احنا دايما بنجيب هذه اللقطات وهذه القصص علشان نتعلم منها عشان نتعلم منها ونحاول قدر الامكان نحنا نشوف الازباب اللي قدت اليها ونمنعها عشان نتلافع حدوثها في المستقبل عشان احنا عايزين في النهاية امن وامان وسلام المجتمع المصري واحد اللي عمله هذا الرجل جريمة قول لانوا واحدا ممنوع 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 استخدام العنف ممنوع الضرب وكمان كان في ايده كما يبدو في الفيديو سلاح ابيها دي يعني وطبعا انه هو يحلق او يقص شعر امراته بالقوة وفي الشارع ممنوع بقول لكم مرفوض 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 من هدا البكرة الصبح خلق يعني مش عايز اتكلف فيها اوي لانه الراجل احنا قلنا الراجل راجل والراجل اوي هو اللي ما يمدش ايده على واحدة ست فما بقى لك الست دي لما تكون كمان مراته اللي الاديان كرمتها والانسانية كرمتها والمكتبع كرمتها والدولة كرمتها ففكرة مد الايدين دي فكرة يعني لا علاقة لها بالرجولة لا علاقة لها بالرجولة اوعى تمارس ذكوريتك اوعى تمارس ذكوريتك باستخدام العنف ضد المرأة دي ما لاش علاقة بالرجول انت كده ذكر لكن مش راجل كلامي هنا بقى لكل الناس مش لحد معين كلامي لكل الناس الراجل برجلته مش بذكوريته اللي موجودة في البطاقة فما فعل هذا الرجل مرفوض ايا كان السبب انا كلامي واضحة هو ايا كان السبب او المبرر اللي عملته مراته ودفعه لده مرفوض اللي عمله جملة وتفصيلا في مليون طريقة اللي واحد يقدر يهذب بيها تصرفات مراته مرفوض خلاص وطالما حياخد جزاؤه والداخلية ابنت عليه ويتحقق معاه والقانون حياخد مجرى خلاص احنا هنتطمن ان كل واحد حياخد جزاؤه بالقانون نرجع بقى للسبب وانا بقول لكم هو انا بقول السبب مش بقول انه هو مبرر لانه مفيش تمرير للرجل عمله السبب بقى كما يقال ان زوجته بتطلع تعمل فيديوهات على التيك توك وهو نهاها عن ذلك كتير يعني بتاريت اكتشفت موضوع التيك توك ده واستلطفته وحبته فبتاريت تعمل فيديوهات وابتاري بقى لها رواد وبقى لها مشتركين وفولوورز وكذا وكذا والرجل جزها مش حابب فقال لها بلاش لها وقفي لها ما تنزليش فيديوهات تاني قالت له ده جميل ده حلو ده بيجيب وشانده بيجيب داخله قال لها مش عايز مراته ثم قيل كمان انها كانت محجبة ووصل في التيك توك وفيديوهات انها طلعت بشعرها من غير حجاب في احد الفيديوهات يعني فهنا بقى احنا بنقول انه ما فعلوا الرجل خطأ وجريبة خلاص وهيقد اقابه بالقانون قولا واحدا لكن كمان كلامنا للناس اللي السوشيال ميديا هوستها السوشيال ميديا هوستها بالراحة يا جماعة والله بالراحة اللي بيحصل ده مش صح مش صح ثانيا زي ما قلنا بقى الراجل عليه مسئوليات والراجل برجلته مش بذكوريته والرجل باحترامه وتحمله للمسئولية وكذا الزوجة كمان عليها مسئوليات واولى واهم مسئولياتها هي احترام زوجها لما جوزك يقولك مش عايز صورك وفيديوهاتك تنزل على السوشيال ميديا والناس تتفرج عليك وتشوفك وتعمل مش عارف كذا هو حر هو بيحافظ على شرفه وبيحافظ على عرضه وبيحافظ على كرمته فكلمة الراجل على امراته لازم تحترم لازم يبقى لها احترام مش هقول بقى اطاع العمياء ومش عارف كذا بس فيه احترام فيه تقدير فيه خصوصية للزوج لابد ان تحترمها الزوجة فعشان كده انا بنادي كل الزوجات المحترمات انه لابد ان نحترم ازواجنا ونديهم قدرهم ونحترم كلمتهم وكلامي للازواج المحترمين الزوج برعيته لأسرته والزوجته وباحترامه وبتكريمه لها مش بالعنف ولا بالقوة ولا بالبطش ولا بالقهر القوامة القوامة في الاسلام قوامة مسئولية مش قوامة سيطرة قوامة انفاق مش قوامة عنف قوامة تكريم لزوجتك والبنتك ولكل النساء اللي انت مسئول عنهم مش قوامة هيمنة واستبداد وديكتاتورية لو كل طرف فهم ده الحياة هتبقى ألطف بكتير ومش هنصل ليه المشهد اللي احنا شفناه وهو مشهد موسيق ومرفوض تماما بكل الاشكال